حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من التدعيات الكارثية لهجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة وفي بيان لها اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الهجوم يمثل جريمة إبادة لنحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني في مسعى لتهجيرهم قصريا مستنكرة فشل وعجز المجتمع الدولي ليس فقط في وقف الحرب وإنما في الضغط على سلطات الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية للسكان قطاع غزة وتوفير احتياجاتهم الأساسية وتجنيبهم ويلات الحرب